مع تهديد تركيا ووعيدها بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا تتباين تصريحة قسد بخصوص مفاوضاتها مع النظام آخر تصريحة قسد جاءت على لسان المتحدث باسم الإدارة الذاتية لقمان خليل والذي نفى وجود أي حوار في الوقت الحالي مع النظام في ظل الأنباء الأخيرة حول تسليم مناطق سيطرتها لقوته أريد أن ننوه هنا بأنه لم ولن يتم تسليم أي منطقة من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقوات النظام كل المناطق التي كانت تحت سيطرت قوات سوريا الديمقراطية لا زالت ضمن سيطرتها وستفقى كذلك في الوقت ذاته أكد لقمان خلال تصريحات لوكالة أنباء هوار المقربة من قسد أنهم منفتحون على الحوار مع كافة الأطراف وخاصة النظام بما يضمن الحفاظ على قسد على حد تعبيره قبل تصريحات لقمان كان الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبدالكريم عمر قد اتهم روسيا بعدم الجدية في الضغط على النظام لتفعيل الحوار كاشفا أن الحوار مع النظام متوقف كليا لعدم جدية الأخير الحقيقة ما فيه أي مفاوضات ولا فيه حوار بيننا وبين الحكومة السورية لأن حقيقة النظام غير جدي وما زال يفكر بزهنية قبل ألفين وداعش وهو يعتقد بأنه عسكريا يمكن يسيطر على كل سوريا لم تصدر أي تصريحات عن النظام أو الروس فيما يخص المفاوضات مع قسد إلا أن موقع باس نيوز نقل عن مسؤول مقرب من قوات سوريا الديمقراطية أن الحوار مستمر برعاية الروس لكن النظام يفرض شروط تعجيزية في عدة ملفات لعل أهمها ملفاء النفط والتعليم